موسيقى اهلا من جديد مشاهدين الكرام نمضي ونتواصل معكم في صباح الشروق ونقع على الهواء مباشرة في الساعة الثانية وهو نكرر الأدعوات والأميات القلبية الصادقة لله عز وجل بأنه يجعل الأمطار في بلادي دائما خيرا وبركة غيثا وصيبا نافعا إن شاء الله وإن جاءت إلينا السيول أو فيضانات كما شاهدنا بعض النمازج في شمال بلادي في كل الأماكن المحازية للنيل نسأل الله أنه تكون للخير في النهاية ويبعد الضرر عن كل أهالينا في السودان ونسأل الله السلامة للجميع دائما بالتأكيد أنا أؤمن على هذه الدعوات شكرا حساما على هذه الدعوات ولك بمسلها بالتأكيد وبهذه المرة وشاهدنا عبر صباح الشروق نذهب مباشرة إلى البطانة البطانة أرض للخير بمراتعها بطاحها المنبسطة على امتداد البصر تحكي عن تأريح امتدة وتنوعت فيه الصور الملهمة فكانت مثالا لتدافل القبائل العربية التي سكنت أرضها تمارس حرفة الرعي والزراعة بحرف أساسية تربية الإبل بهذه الأرض الواقعة في محلية أم القرى بولاية الجزيرة ارتبطت بالمنطقة منذ قديم الزمان فكان للبادية دمها في العروق من أحب هذه الحرفة حنينا من ساب عبر الزنبارة وهي آلة موسيقية تتم صناعتها يدويا يعبر بها أبناء البادية عما يسكن في نفسهم من إبداع وشوق وحب لهذه الإبل قبيلة الرشايدة التي اشتهرت في هذه المنطقة تحديدا بتربية ورعي الإبل تداخلت مع القبائل الموجودة بالبطانة وهي قبائل الشكرية والبطاحين والفادنية والمغاربة والكوالة وغيرها من القبائل يتشكل نسي اجتماعي متصافي يتفق على الماء والكلأ للرعي ويفتخر بما أنعم الله عليه من نعم وثروات صافي 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 موسيقى موسيقى الابن التي ترى الأنواع المختلفة من الحشائش التي تنبت في أرض البطانة وترتحل من مكان إلى آخر بحثا عن الكلأ والماء وتحتمل السفر الطويل الشاق لأكثر من 16 يوما لا ترد فيها الماء أما في أحوالها الطبيعية فهي ترد الماء مرة كل شهرين في فصل الخريف أما في فصل الشتاء ترد الماء كل عشرة أيام مرة وفي الصيف ترد الماء كل إسبوع وذلك لما حباه الله من قدرة عالية تحتمل بها العطش وتوائم بها نفسها مع المناخ الموجودة فيه كرم تراه على الوجوه كأنه يملأ الكون كله وفرحة تمثل طيبة إنسان الجزيرة وترسم في الذهن آية الصور في قضعان الإبل وتتكئ على ذاكرة لا نسيان وهي صورة الجرق على أن تجعر بالطعم وأنفاس البادية تملأ ما بين شوق البعاد والزمان حتى يحجوك الحنين بالعودة إلى أرض هي بالجمال خصيبة جغرافيا المكان والزمان دائما ساحرة في بلادي السودان الساحر بجمال طبيعته بجمال إنسانه بجمال ما فيه من كنوز ودائما يتواصل التجوال في السودان نذهب عبر كمير صباح الشروق إلى كل مكان فيه لننقل هذا النبض الثقافي المتميز وهذا المد الذي يأتيكم دائما في صباح الشروق نتابع وجدت شجرة التبلد في بيئة كردفان مستقرا ومكاما فانتشرت الشجرة حتى صارت أبرز المعالم التي تميز المنطقة وهي شجرة ضخمة طولا وعرضا ويصل عمرها بحسب الدراسات أكثر من ألفي عام لذا ظلت شاهدا على كل الحكب والعصور التي مرت على منطقة كردفان خبر الناس هنا فوائد التبلد منذ أمد بعيد فهي شجرة كثيرة الفوائد عظيمة الأثر تتخذ كرمز للقوة والمنعة والشموخ وصارت مثالا للصبر ومقارعة التحديات فهي تقاوم كل الظروف البيئية وتعيش عمرا مديدا وعطاءا متصلا هكذا إذن شجرة التبلدي تتبوأ مكانا خاصا من الحب والتقدير عند أهل كردفان فقد كانت التبلدية محور التقاء نمت حوله التجمعات السكانية وقامت بجواره القرى وسميت على أثر قيمتها ومكانتها المسميات فتوصف بها الطرق والمعالم في البوادي وترسم وتحدد بها الحدود في الأراضي وتعقد تحت ظلالها التصالحات والتحالفات وتقام على ثراها المناسبات السعيدة والاحتفالات أثبتت الدراسات القيمة الغذائية الكبيرة لشجرة التبلدي فكل جزء منها له قيمة واستخدام خاصة ثمارها التي يستخدمها السودانيون على نطاق واسع كعصائر ومثلجات لما تحتويه من عناصر غذائية متعددة تتخذ شجرة التبلدي رمزا لولاية الشمال كردفان فهي تعتل الدواوين الحكومية وتزين اللقاءات الرسمية والاجتماعات ولعل هذه الشجرة من أشهر وأهم أشجار التبلدي في كردفان هي ما يسمى بتبلدية البروجي التي كانت شاهدة على معركة شيكان بين أنصار الإمام المهدي وحملة هيكس في العام 1883 وما تزال هكذا صبية تحدث عن التأريخ والبطولات كتب الكثير من الشعراء وتغزلوا في شجرة التبلدي ووصفوا تأثيرها في حياة الناس وأطلقوا عليها الصفات والمسميات وتعهدوها بالرعاية والاهتمام وصالوا حبها وفاءً وعرفانًا لها بهذه القيمة العظيمة تظل شجرة التبلدي كنزاً يجب المحافظة عليه ومورداً اقتصادياً متجدداً يتطلب عمل وتحركاً في سبيل استدامته وذلك باستذراع الشجرة في مساحات أوسع وسن قوانين لحمايتها من الاعتداء عليها اشتركوا في القناة